لجماعة الاخوان في مصر وزارة الداخلية النهاردة قالت انها القت القبض على 12 قيادي اخواني وقت حضورهم اجتماع تنظيمي لوحدة الازمة لجماعة الاخوان في مركز شبين الاناطر بمحافظة الاليوبية الوزارة قالت في بيان لها ان وحدة الازمة التابعة لتنظيم الاخوان بتستهدف ايجاد وسائل جديدة لاختلاق واثارة الازمات من خلال كوادر التنظيم داخل مصر وكمان تنفيذ مخطط بيستهدف الاضرار بمقدرات الدولة المصرية الاقتصادية والسعي لاجاد مناخ تشاؤمي بين الناس من خلال الصناع الازمات بدعوة فشل الدولة في تنفيذ خطط التنمية البيان قال كمان انه تم ضبط مبالغ 70 الف دولار امريكي و106 الف جنيه مصري كانوا بيعدوها للتوزيع على مسؤولي لجنة الازمة علشان يقدروا يفعلوا قليات عملها